6 خصائص علاجية لا تعرفها عن البسط اعتمد القدماء على مدوات أمراضهم وآلامهم بالمواد الطباعية المتوفرة لديهم حيث لم تعرف الأدوية حينئذ ورغم ذلك كانوا يتمتعون بصحة جيدة ومناعة قوية لمحاربة الأمراض أما في عصرنا الحديث فنحن نذهب للطبيب فور شعورنا بأي ألم أو أي أعراض مرضية وتناول الأدوية خاصة المسكنات أصبح جزءا من عاداتنا اليومية وبحسب تقرير نشره موقع بولدسكاي المعني بالصحة فإن الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل المتوفرة في منازلنا جميعا تحتوي على كنز من الأدوية الشافية من كثير من الأمراض والآلام ونتفق مثلا أن البصل لأك جزء من ذلك الكنز فلا يخلو أي مطبخ من البصل حيث إنه يدخل في معظم الأطعمة التي نتناولها بصفة يومية ولكن هل أنت على علم بالفوائد الصحية والخصائص الدوائية للبصل؟ تعرف معنا على ست فوائد دوائية غالبا لم تكن تعرفها عن البصل قبل الدخول بالتفاصيل لا تنسى الإشراك بقناتنا ثقف عقلك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد عصير البصل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ولديه القدرة على مداوات الحروق الجلدية البسيطة فيمكنك استخدام شريحة سميكة من البصل الطازج وفركها على الجلد المحروق لتخفف من ألم الحرق وتساعد في مداواته سريعا عصير البصل أيضا لديه القدرة على تخفيف الألم الناتج على دغات الحشرات وذلك بفرك شريحة من البصل الطازج على المنطقة المصابة من الجلد البصل أيضا يعالج الندبات التي تظهر في القدمين والتي تعرف بمسمار القدم عن طريق فرك المناطق المصابة في القدم بشرائح البصل وستلاحظ اختفاءها تدريجيا البصل يخفف من حرارة الجسم المرتفعة فإذا كنت تعاني من الحمى يمكنك وضع بعض شرائح البصل في جوربك قبل الذهاب للنوم بحيث يلامس البصل أسفل القدم جيدا فهذا يساعد في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة ويمتص السموم من القدم إذا كنت تعاني من الغثيان فإن دوائك يكمن في تناول ملعقتين من عصير البصل فهو يساعدك في إيقاف القيء وتخفيف الشعور بالغثيان إذا كنت تعاني من بطء نمو الشعر فيمكنك استخدام عصير البصل لتدليك فروة الرأس بصفة منتظمة يوميا وتركه لفترة قبل الغسيل بالشامبو فالبصل يحفز بصيلات الشعر ويعزز من نمو الشعر بشكل سريع إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الأعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا ثقف عقلك ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات